سحب عينة الدم Blood sampling الهدف من فحص الدم هو قياس مستويات المواد المختلفة الموجودة فيه والتي من شأنها أن تدل على وجود الحالات المرضية مثل الأنيميا خلل في وظائف الكولى أو الكبد مرض السكري مستويات الكوليسترول في الدم وغيرها كيف يتم سحب عينة الدم يمكن سحب الدم من الوريد في المكان المخصص للسحب وذلك باتباع الخطوات التالية يجب على الطبيب تجهيز جميع الأدوات اللازمة قبل البدء في سحب الدم ومن ثم يطلب من المريض الجلوس على كرسي خاص بسحب الدم بحيث يكون ذراعه ممدودة وموضوعة بشكل مقلوب على مسطح مستوى أو طاولة وبعدها يقوم بربط الرباط المطاطي الضاغط فوق مكان السحب ويتم البحث عن وريد مناسب بواسطة إصبع السبابة مع ضرورة التأكد من عمق الوريد واتجاهه قبل البدء في السحب يقوم باختيار وريد مناسب سهل الجس وذي حجم كاف لسحب الدم المطلوب ومن ثم يتم تنظيف مكان السحب جيداً باستخدام الكحول يتم دفع الأنابيب المفرغة إلى الإبرة حتى يبدأ سحب الدم من الوريد حيث يجب سحب الجلد لتثبيت الوريد حتى لا يتحرك أثناء السحب ثم يتم غرز الإبرة ويمكن استعمال أنابيب تحاليل أخرى حسب أنواع التحاليل المطلوبة وبعد انتهاء السحب من آخر أنبوبة يتم فك الرباط المطاطي ثم يتم سحب الأنبوبة وبعدها يتم سحب الإبرة ليتم وضع قطن أو شاش جاف مباشرة في مكان الوخز لمنع النزيف ثم يتم بعدها وضع لاصق طبي معقم لمنع تلوث الجرح يمنع ثاني الكوع كما هو شائع لأن هذا خطأ يمكن أن يؤدي إلى تجمع الدم تحت الجلد والآن يجب التخلص من الإبرة المستخدمة بعد الانتهاء وإلقاؤها في سلة النفايات المخصصة لها ثم يتم كتابة كافة البيانات على الأنبوبة قبل أن يغادر المريض مكان السحب وهذه الخطوة مهمة جدا لتفادي الأخطاء وأخيرا تظهر نتائج فحص الدم الدوري غالبا في غضون يوم أو يومين على شكل قائمة لكن هناك بعض أنواع الفحوص العينية الخاصة التي قد تحتاج لوقت أطول ترجمة نانسي قنقر